السيدات والسادة مساء الخير في صيف كل عام يتجدد الحديث دائماً عن المخاطر البيئية التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ وسلوك البشر يتجدد الحديث عن الجفاف، شح المياه، تقلص مصادر الطاقة تنشغل مراكز الأبحاث ويتسابق الخبراء والعلماء في البحث عن حلول ويتساءل المواطن العادي ما العمل اليوم نستضيف باحثة مصرية كبيرة أستاذة في علوم البيئة والتكنولوجيا الحيوية أمطت سنوات طويلة في دراسة البيئة المصرية وفي البحث عن حلول مبتكرة لمشاكل الطاقة والمشاركة في نشر ثقافة الاستدامة والاقتصاد الأخضر نسألها عن أكثر المخاطر التي تهدد البيئة المصرية وعن تلوث المياه، عن البحيرات، عن الطاقة البديلة عن الفئات الأكثر تضرورا من تغير المناخ نحاول معها التعرف على الحلول التي في يد الدولة وفي يد المواطن لتوفير الطاقة والاقتصاد في استخداماتها في حديثنا من مصر اليوم محاولة جديدة للبحث عن إجابة عن أخطر سؤال يشغل العالم كيف ندفع الخطر عن الأرض التي نعيش عليها عن البيئة والطاقة وسنوك البشر حديث جديد من مصر أهلا بكم شكرا اشتركوا في القناة